السلام خير أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة على شاشة النادي الأهلي أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيتابعونا وبيبداعوا معنا حلقة النهاردة واسمحوا لي أبدأ الحقيقة أنا عارف طبعا أنه ماتش ميديامة هو الأهم وقد تكون مباراة الحسم وحلقة النهاردة كلها ميديامة الحقيقة عندنا أخبار مهمة جدا نتمنى الحقيقة أنها هيكون ليها تأثير بس خلونا في فقرة الأخبار نتكلم عنها لكن أنا مش عارف ليه باجي دايما يوم الحد بأخد جرعة زيادة شحنة زيادة من يوم السبت السبت الدوري الإنجليزي ضرب نار يعني يمبرح الحقيقة استمتعت بمبارات تشالسي ومان سيتي ودايما الأفكار بيجي لي أعرف يعني وأنت بتتفرج طبعا هي قمة المتعة يعني الدوري الإنجليزي العموما يعني بيصار في نظر عن إذا كنت بتشجع ليفربول عشان خاطر محمد صلاح إذا كنت من عشاء السيتي وباب جوارديولا أو حتى إذا كنت مازلت محافظ على انتمائك لفرق كبيرة زي الماني يونيتد أو بتشجع القوى الصعيدة زي توتنهام أو نيو كاسل أو غيرهم من الفرق الدوري الإنجليزي مليان نقل واختار زي ما أنت عايز لكن بصرف النظر عن حالة الانتماء دايما وأنا بتفرج على الدوري الإنجليزي وعلى فكرة أنا مش بتكلم على أسماء اللعيبة والبطولات والأرقام والإحصائيات والملاعب والنجيلة والطابلول الرائعة اللي بيرسموا كل جماهير الكوار الإنجليزية كل المدرجات والنقل التليفزيوني والتحكيات كل دا سيكون منه أنا بتكلم على حالة إثارة والمتعة اللي ممكن تشوفها في أي مباراة في الدوري الإنجليزي بس أغرب الحقيقة زمان يعني اللي حضر يعني أو اللي يفتكر زمان كان فيه لما كنت ترجع على حاجة مسجلة كان فيه الأول حاجة اسمها الفيديو تيب شريت فيديو كده شبه شريت الكاسد بس كبير شوية وبعدها شوية الدنيا تطورت فبقى فيه الـ CD والـ DVD فيه option لطيف جدا في الريموت كنترول إنك تعمل حاجة اسمها fast forward يعني إنك أنت تقدم السرعة لقدامك فتلاقي السرعة بتمشي بسرعة هي دي بالزبط نفس اللقطة اللي أنا وقفت معها وكأن المطشط دي بتتلعب بالfast forward مش بالسرعة ومش بالإقاع اللي إحنا متعودين عليه التسعين دياب طوعنا اللي بنشوفهم في مطشطنا في بطولاتنا المحلية لو عملتها fast forward هتلاقي فيها كرة توازي 10% أو 10 دقايق من التسعين دياب اللي بنشوفهم في إنجلترا والقصة هنا مش مرتبطة أبدا بس بقصة الإمكانات وبالفلوس حالة الإثارة والمتعة مطش الشطرنج اللي بيحصل بين أي اتنين مدربين أيا كانت إمكانياتهم وأيا كانت أسماء اللعيبة اللي بتاخدها في الملعب موجودة وحاضرة في كل مباراة مش ممكن أبدا تتخيل نتيجة مباراة في الدورة الإنجليزي قبل ما تبدأ ومش ممكن تظن في أي لحظة من اللحظات إن حالة الصراع اللي هتبدأ أو هتستمر لمدة 90 ديابة نتيجتها محسومة مقدمة التورو القديمة اللي عافع عليها الزمن واللي بنشوفها في مطشطنا في الدوري الممتاز أو في بطولة الكاس أو حتى في بطولة السوبر فكرة إنه الأضعف عليه إنه يدافع وإنه الأقوى عليه إنه يهاجم فكرة إنك إنت ترس الحيطة 11 اللعيب وقفين في الصندوق عشان يدفعوا لمدة 90 ديابة القصة دي انتهت من العالم كله ورغم إنها لسه ما زالت عندنا موجودة وحاشا لله يعني حاشا لله إنك تظن إن أنا بقارن بين الدوري الإنجليزي والدوري المصري ده شيء يبقى فيه ظلم كبير جدا للدوري الإنجليزي لكن هي في النهاية الناس دي ما كانتش في المكانة دي طول عمرها الناس دي فقرت وقررت وخططت ووسطت اللي كان بتحلم به قول من 10 قول من 20 قول يا سيدي من 30 سنة هو إحنا ليه ما بنبدأش على فكرة مصر يعني مصر من حيث الإمكانيات على مستوى الدولة وعلى مستوى الأندية عندها إمكانيات كبيرة جدا ولما تقيس إمكانيات الدولة المصرية بنية تحتية إمكانيات على مستوى البشري العنصر البشري إمكانيات على مستوى التاريخ والألقاب والبطولات إمكانيات مادية حتى الإمكانيات المادية وتقال إنها بقية الدولة الأفريقية هتلاقي إن إحنا في حتة وبقية القرى ناسف وقت القرى في حتة تانية خالص لكن حركة التطور أو عجلة التطور عندنا بطيئة جدا تكاد تكون معدومة باستثناء بعض الاجتهادات اللي بيتزعمها أو بيقودها غالبا هو النادي الأهلي اللي مشرف مصر ومشرف الرياضة المصرية ومشرف الكرة المصرية بشكل أساسي لكن مع هذا ذلك ما فيش حاجة بتتحرك للقدام فيش حد بيجي سواء في منصب أو سواء في مكان كجهاز فني أو سواء كمدير فني للاتحاد أو عضاء مجلس للاتحاد تحس أنه هم جايين يعملوا نقلة جايين يحركوا المياه الرجدة لتقريبا وقف محلك سر من سنة التسعين أنا مش ببص على الدورة الإنجليزية أو بقولك أن إحنا ممكن نبقى زادة دورة الإنجليزية لكن بقول أنه الناس دي في يوم الأيام بدأت خدت خطوة شافت الناس اللي سبقاهم عاملة إيه وقرر أنه هم يكونوا نومبر وان بجد نومبر وان بجد الدورة الإنجليزية النهاردة هو قمة المتعة ويمكن تكون كبطولة أكتر متعة مش عايز أقول أكتر من الشامبينز ليج لكن على مستوى الدوريات العالم كله بما فيهم بقى الدورة الأسبانية والبونزليجة والكالتشو الإيطالي والليج أهم في فرنسا مفيش مقارنة الدورة الإنجليزية بقى في حتة تانية خالص على كل الأحوال يعني معلش هو دايما بعد يوم السبت الجلالة بتاخد الواحد شوية كده وبيحس إنه يعني يعني فيه برضو حتة غيرة الواحد حسس إنه ممكن والله إحنا نقدر وليه لأ يعني